زوم سانتي للمتابعة بالنسبة لجائحة كوفيد اللي احنا لحقيقة طوال طالينها ومازلنا نتابع في الوضع كي يقارنوا لحقيقة ولاية القيروان بالولايات الأخرى لاحظوا أن ولاية القيروان عندها نسبة للحدوث أقل من بعض الولايات الأخرى وهي تقريبا الولاية هي والولاية الجفة اللي هم يشهدوا نقص في عدد الحالات وذي الحقيقة نحن في المتابعة كل 24 يوم نعمل التقييم نحن أنه بالمقارنة من 24 يوم اللي قبل نحن أنه هناك بداية بداية يعني انخفاض نحن الحقيقة زينا ما تنسقوه كل احتراز باعتبار أنه ما نعرفوش خطر بالنسبة للرجاع كيفاش مستطور ولكن على الأقل مبدئين هناك نقص تفيخ ربما يكون بداية مثلا الانحدار أو معتها يكون نسموه احنا بالفرنسية ربما معتها نعاود ونرجع مرة أخرى هذا عليش يطلب مننا نكون الحذر بدا معتها ناخده نسوق والخبر هذي الدكتور كانت سمحني كنا احنا في جامعة الفيتة كنا في حدود نسبة إيجابية في حدود 46-47% حسب التقريب وفي ثلاث أيام في الويكايند اللي فات فجاءنا نلقا ورقم جديد اللي هو في حدود 51% ارتفعت نوعين الارتفاع هذي كمربوط بش نوع على الأقل هل هو مجرد ارتفاع وقتي وبعد رجعت للمعادلات العادية اللي مستنسين بها وإلا ليه دكتور هو ذايا ديما ديما مربوط بالناس اللي تقبل على التحاليل بمعنى لذا كان انت تجيك الناس اللي عندهم علامات اللي هما حاملين الفيروس باعة نسبة الإيجابية مش تكون مرتفعة لذا كان انت ما تجيك اللي هو شاك معنى مجرد شك ويشيك الناس اخرين اللي هما دي جاء عندهم معتها العلامات وكل شي بتبعها نسبة الإيجابية مش تكون أقل معتها لذا كان انت تخدم على الشونتيون على مجموعة اللي هما عندهم علامات كثيرة كل شي معتها تلحي بوجود الفيروس آلين مش تكون معتها نسبة الإيجابية مرتفعة كيفاش نقيموه احنا هذين نقيمو معتها بالنسبة الإقبال على التحاليل اللي لاحظنا بكونوا على حقيقة المدى الإخرانية هناك ضعف الإقبال ما تتماش الاكتذار الكبير اللي لاحظنا لأيما تسابق في مركز مع تأخذ العينات آه يعني فهذا الحقيقة ربما يكون معتها بداية مؤشر يعني إيجابي إن شاء الله في أنه الاكتذار دكتور كانت أسمح لي الاكتذار زيدا مربوط أنه ولا موجود معنى التست موجودين حتى في الفرماسية أنت اليوم يجب تقف ولكن إحنا إحنا توصلنا النتاج توصلنا بعض النتاج فما الحقيقة بعض النتاج ما توصلنا ولكن على الأقل أغلبية النتاج توصلنا آه ونعمل لها التقييم لاحظوا أنه مع تنسبة الإيجابية ولو ترتفعها هي شوية ولكن نسبة الحالات آه نسبة الحالات أقل بمعنى بمعنى أنت نجم تعمل مع تهمية تحليل آه ويشوك فيهم معتها سبعين إيجابي وتنجم تعمل معتها ميتين تحليل تالي إذا كانت عندك سبعين في المائة وتنجم تعمل معتها ميتين تحليل ويكون لك معتها فيه آه معتها مية مية إيجابي معتها مية أكثر من سبعين ونسبة الإيجابية مش توالي مش توالي خمسين في المائة بالتالي معتها ديما نسبة الإيجابية وربوطة العدد الناس اللي تقبل على القيام معتنا بالتحالية نحنا اللي كنلاحظوا كنلاحظوا الكورب كيفاش تتاوض الكورب كما قلت معتنا المرة شبنا لو في حدود 165.2 على مئة ألف ساكن تقريبا المرة هذه معتنا نحنا في حدود 163 ولكن هذا يختلف من معتمدية إلى معتمدية أخرى نحن نخذ معتنا المعادلة الجيوي المعادلة الجيوي كنقارنوه نشوف فيه انخفاض بداية انخفاض أو انخفاض طفيف لمحالة أما على الأقل النجم يقوله أنه بداية الانخفاض هذا من نجمه نأكدوه كان في الأسبوعين القادمة اللي جايين إن شاء الله إذا كان هذا الانخفاض كان معتنا بداء متوسر ونحن في القيروان عملنا معتنا البيك متعنا ومشين معتنا في الانخفاض الحقيقة هذه معتنا في تواصل معتنا مع المولايات المجاورة والولايات الأخرى هناك تقريبا إجمالا كلها تشهد انخفاض بداية انخفاض على الأقل ما لاحظناه ولحد اللحظة ذي نحكيه كان على الأوميكرون مثلا مايش لبرانش جديدة لحتى شي كان نحكيه على الأوميكرون اليوم في تونس دكتور نحن نحكيه على الأوميكرون ونحكيه جدا على الدلتا هناك معتنا ما تعرف عملنا تقطيع جيني غير معتنا الدلتا وكذلك بالنسبة للأوميكرون ولكن التواء اللي هو كيدومين معتنا اللي هو يعني أكثر انتشار هو الأوميكرون دكتور قبل ما نختم معك ما زال الإقبال متواصل كما شفناه شهرين التالية على عملية التلقيح وإلا انخفض مقارنة مشهرين التالية وهو الحقيقة للأمانة معتنا اللي لاحظناه هناك بعض العزوف على الإقبال على التلقيح وهذه الحقيقة احنا من خلال معتزاعتكم الكريمة نأكدو على مواصلة التلقيح ولذي كان معتها احنا شهدنا أن نحفظها ذائرة هو من جراء التلقيح لأن التلقيح أثبت النجاح عن تانو أثبت أنه هو ينجم يحد من انتشار معتها للعدو وهذا معتها شي سابن ولحظنا أنه الناس اللي هما يعني في المستشفيات واللي هما معتها يتوفى ولا يرحمهم هما الناس معتها مخزاوش حتى جراء تعزيز المناعة مهم ومهم جدا وانتعاليش احنا طوان أكدو على معتها أخذ الجرعة الثالثة والجرعة الثالثة هذه مهمة اعتباره الناس اللي اخذات جرعتين وتجاوز معتها المدة يعتبر مش ملقح حتى بعد ستة شهور نفقد المناعة متاعنا بالتالي لابد من تذكيرها ولا بد من تعزيزها بجرعة الثالثة هذاك علاش تيم نحسوا على القيام بالجرعة الثالثة نشف الناس اللي ما تلقاوا حتى جرعة والشيء لحقيقها ندعوهم حتى للقيام بالتلقيح كل من قلنا التلقيح مهم؟ احنا ما نعرفوش حتى حد من نجم معتها يعطي لفريفيزيون معتها نجائح هذه أشبه بريمون معتها ان شاء الله احنا ما نتنمناه معتها يرفع علينا ربي هذا الوباء ولكن الامكانيات كلها واردة كلها مطروحة بالتالي او سابق الآوان وانا نحن نقوله رانا ماشيين نحوها معتها يعني التخلص من هذا الوباء ان شاء الله يا ربي دكتور عمارة جاملي مدير الصحة الوقائية في الهدارة الجهوية لصحة بالقايروين نشكرك على تدخلك معنا والتصريحات لديك رأي تيد الانترفيو تلقاء شوية أخرى على الباجي وفيسيال فيسبوك لراديو الحياة فهم كنتيدي زوم سانتي بنسبة لي اليوم زوم سانتي زوم سانتي